آذر والد إبراهيم الشخصية رقم 22 فيلقى في النار كان من المعترضين على إبراهيم عليه الصلاة والسلام والكافرين بدعوته أبوه آذر فقابل إبراهيم عليه السلام هذا الكفر الشديد والعناد العظيم بالدعوة الهادئة والحكمة والموعظة الحسنة قائلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال لأبيه يا أبت لم تأعبد ما لا يسمع ولا يصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراقا سويا يا أبت إلا تأعود الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وإزاء هذا الأسلوب العالي والغالي في الدعوة إلى الله تعالى الذي أقامه إبراهيم عليه الصلاة والسلام على تقدير المدعو وإزالة منزلته والتلطف معه في الخطاب واستخدام أسلوب الترغيب والترهيب واستعمال العقل والفكر وإظهار الصفات الطيبة في الداعية إذا كل هذا كان الرد كما هو متوقع ممن طبع الله على قلوبهم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا فقابل إبراهيم عليه السلام هذا الرد العنيف القبيح الغريز القاصي بالرحمة والرفق والعطف والرأفة قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا لكن الوالد أصر على كفره وعناده وقغى عليه شيطانه وفساده وصدق من بيده أمر عباده عندما قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضى الله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وختم الله سبحانه على قلب آزر وحكم عليه بالكفر وذهب إلى الجحيم وبئس المقيل والمصير روى البخاري عن أبي هرينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة والقطرة شبه دخان يخشى الوجه من هول أو كرب والغبرة الغبار فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك ينظر فإذا هو بذبخ متلطخ فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار وذبخ المتلطخ هو ذكر الضباع والأنثى ذويخة ومتلطخ برجعه أو بالطين ولم ينفعه قرابته من إبراهيم عليه السلام ولا أبوته لأبي الأنبياء قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون المؤمنون الآية 101 لعنة الله على الظالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم